لا يا ست الكل الحكاية مش كده خالص لا الحكاية كده يا عادل هو قصد يتحداني قصد يهزق الراجل على الهوى قدام كل الناس بيردلي القلم اللي انا ادتهله على وشه يردك يا كده يا فريال هانم ينفع ادن هزالة اللي حصلتلي دي ايه ده بس يا فارس انا هاخدلك حقك انا هتصرف تخديلي حق ازاي ما خلاص ده لو مصديف عائلكم برس ما كنتش يقدمه بالطريقة الواطية يا نجمة تقولش كده كمبرس ايه صاحبك اللي قال مش انا يا حبيبي مش هو اللي بدأ الحلقة وعد يروش علي ويقولي النجم الصاعد والمبناية الجميلة انا نجم صاعد ماشي دي زالة لسانه والله وبعدين هو رجعت لي بقى في الكلام وقال نجم كبير بجد والله والنس اللي عملت هجمني على الفيسبوك وكلام النقاط اللي عمل لي اشتموا فيي لير ونهار يردكي الكلام ده ينفع الكلام ده مشي انا هعرف اتصرف مشي طيب هو فاشل انا مشكلتي ايه طيب يا رايز حيك بتضحك والدنيا بره مقلوبة والهاني مش هيطه وحتقول عن الغيز طيب الهاني مش هيطه كلمهولا المطافي قلوها بس وربي له حيوها ويني ويني بسكت وتنايل على عينك يا ربي اضحك قوي كده اوفر شوي معنش تأمر تعال قت الموبايل عايز بقى بفرج على الحفلة اللي بتحصل على فيسبوك بجد يا رايز وخي كل حاجة هزور انا مش فاهمها بصراح الدنيا بره لاش بس اسمع صوتك خالص ماشي يا حمار شكوين انا مقدرتش يا فايزة مقدرتش هشوف كل اللي هو عمله عشان يداو وحتى ما بعتلوش ميسج طب هو بقى شاف الميسج دي؟ مش عارفه وصله هو مش عامل سين فانا معرفتش هتأكد بس هو يعني حاولتك من انا بصراحة مساحة بس يعني بس مقدرتش مثلا مش مقدرتش انا بس قلت خلاص يعني اللي حصل حصل مش مهم لا اوه محصلش لان هو استحل تكون شايف الميسج بتاعتك وما ردش عليك وريني كده ليه بقى يا فالحة ايه ده انتي اصلا بعترى الساعة تسعة ونص الحلقة يا بنتك اتشغالة بتهزري او اللهي هوا انت مسطولة ولا ايه انتي مش لما دخلت علينا ببرا كنا بنتفرج على الحلقة ايه صح طب هيتاتي ايه خلاص انا همسح وكأنه مفيش اي حاجة حصلت وربنا ما انت مسح حاجة مفيش حد همسح حاجة هنا انت هتسبيه كده عشان يشوف المطلط انت شوف انت بعتله ايه اوه سمحتي هاتي بس انا عسلع غلطتي دي بقى سلعها غلطتي دي بقى ايه انت قلتله ايه انت قلتله بحبك انت عايدي قلتله شكرا تشكري ايه يعني ايه بس انا قلتله شكرا من قلبي فيعني ما ينفعش نقول ته من قلبك ازاي يعني دي قلت ادب اصلا انا اقول شكرا من قلبي طبعا يعني بجد قلت ادب ازاي نشكر الناس ازاي يعني زاي نشكرهم نمفروض نهزقهم نبههدلهم نمرمطهم يعني يعني ده ايه دهوة ايوه بقى شو شو طب رد اعمل ايه اعمل ايه رد انت لازه هتقول ايه رد عليه بس يعني وانتي تقيلة اكيد يعني اش احنا احنا تقول برضو اكيد ردي ردي تردي بقى الشادية ايه ده ايه ده خالص ايه ده ايه ايه مكمل انسى يا مازي انسى لو شطانك لعب في دماغك وفاهمك انك ممكن تقلب الترابيزة علي وترديلي القلم اللي انا اديتولك على وشي انا طبع بيت ام علي الثانية واحدة بس قلم ايه وقلب الترابيزة ايه انا انا مش هام حاجة لا يا حبيبي انت فاهم كويس قوي محموق قوي وكرمتك وجعات عشان تفرضت عليك فقرة تقوم تدمر مسلسلك ادمر مسلسلك امه اللي انت بتعمله ده اسمه ايه تجيب الراجل تلبسه ارد بستيري وتحزقه قدام الناس كلها وتنزل من رصيده من نجاحه قدام الناس مين هيتفرج على نجن مش فاهم حاجة مين هيتفرج على نجم فاشل هنجيب له نسبة مشاهدة منيه هنجيب له اعلانات منين يا مازن عندك حق بس ما ليش وانا عندي استفسار صغير هو انت فاهمة في شغلانت الميديا ولا جايتك لعيش زي الناس اللي هنا هتسترزق يعني كده احترم نفسك يا مازن واتكلم كويس انا بتكلم كويس جدا انت اللي معوجة عالفاضي ومش فاهمة ولا مقدرة اصلا حجم الخدمة اللي انا قدمتها لك خدمة؟ عارفة زي ايه؟ هوريت زي بالزبط الترند اللي انا عملته دلوقتي والحلقة ما كملتش ساعة زمن